اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاها أيها الإخوة الكرام أرضى لتكلم عن تفسير حلم الكحل الأسود والأزرق للنساء في المنام بالنسبة للبنت العزباء حينما ترى أنها ترسم الكحل الأزرق في منامها هذه الرؤية تدل دلالة واضحة على رزق وفير سترزق به في الفترة الحالية بإذن الله تبارك وتعالى ده بالنسبة لقضية الرزق هل هذه الرؤية لها معنى آخر؟ نعم ربما تدل هذه الرؤية أيضا على قرب الزواج ويمكن هذه الجزئية أقرب من الأولى في قضية الرزق أما إدارات البنت العزباء أنها تقوم بوضع الكحل في داخل المكحلة فهذه الرؤية تدل على تيسير أمورها وبعض التغيرات الإيجابية في حياتها بإذن الله تبارك وتعالى أما بالنسبة للمرأة المطلقة والأرملة قضية الكحل بالنسبة لها تدل على السعادة والمناسبات السعيدة بصفة عامة وربما أيضا تدل لها على الرزق القادم بإذن الله أما بالنسبة للمرأة المتزوجة فهذه الرؤية شبيهة ببعض المعاني التي ذكرناها سابقا فالكحل يجمع الخير بالنسبة للنساء رزق الكحل يجمع الخير بالنسبة للنساء سعادة الكحل يدل على مناسبات سعيدة الكحل يدل على أخبار سارة إن شاء الله تبارك وتعالى فضل عن أن هذه الرؤية أيضا بالنسبة للمرأة المتزوجة حينما تضع الكحل فهذه الرؤية تدل على الخير الكبير القادم إليها والبركة بل تدل أحيانا على صلاح أبنائها وذرياتها بإذن الله تبارك وتعالى أيضا النساء اللي عندهم أولاد سواء ذكور أو إناس في سن الزواج بمعنى أن المرأة المتزوجة أحيانا وضع الكحل لها ربما تدل على زواج ابنتها في الفترة القادمة والزواج سيكون من شخص صالح والزواج إن شاء الله سيكون سعيد بإذن الله تبارك وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر